موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبي أجمعين سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج الذي يتجدد دائما بإذن الله تبارك وتعالى في برنامجكم برنامج المسلمون يتساءلون الله أسأل أن يجمعني وإياكم في مستقر الرحمة ودار مقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سيدي يا رسول الله يا خير من عرف الإله بفضله يا بهجة الدنيا ونور خطاها فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها وبحق من أرسل جبال رواسية والأرض قدر كوتها ودحاها فأخرج منها ماءها ومرعاها ومن خلق النجوم وبدرها في كبة علياء أن تضياها لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبعي كنت أنت سماها فاللهم صل يا ربنا صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتحقق بها في مرضاتك آمالنا وتشفي بها سقيم صدورنا وتنور بها حياتنا وطريقنا اللهم أمين يا رب العالمين تعالوا بنا أيها السادة الأماجد لنسير في موضوع عظيم موضوعنا نهاردة بر آباءكم تبركم أبناؤكم هذه وصية من وصايا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث شريف من أقوال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبنا لنعيش في هذه الوصية المحمدية هيبنا لنعيش في القرآن الكريم هيبنا لنعيش في هذه الوصايا اللقمانية ولنعيش في هذه الوصايا الربانية ولنعيش في هذه الوصايا المحمدية لأمة خير البرية صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ربنا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله على هذه الوصية الكرآنية هذه الوصية التي جاءت في سورة لقمان والتي بيّن فيها الحق تبارك وتعالى هذه الوصية الله تبارك وتعالى دائما في القرآن الكريم يبين فضل الوالدين ولذلك سائل يسأل فيقول يا مولانا ما حكم الاحتفال والاحتفاء بعيد الأم هل هذا جائز في شريعتنا أم هذه بدعة أقول أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما جاء في الصحاح وأخرجه الإمام المسلم في صحيحه وغيره أن سيد الوجود قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وذكرهم بأيام الله الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يعني إيه الآيات دينة تجابها ليه والسياق ده أتنزل إزاي كيف يعني تسقط هذه الآيات وهذا السياق القرآني على عيد الأم أو غيري نقول أن هذه الأعيات من قبيل الأعيات الاجتماعية وليست من قبيل الأعيات الدينية عندنا عيدين اتنين الأضحى والفطر وده معروفين إنما هذه من الأعيات الاجتماعية التي تبين مكانة الأم يعني تبين مكانة الأم كثير من الناس أو إن من الناس ناساً تلهيهم الدنيا الحياة تلهيهم أصبحوا في يعني ينجرفون وراء شهوات الدنيا وملذات الحياة وكثرة الأعباء ويسيرون في هذه الدنيا وينسون الأب والأم فالأب والأم في غفلة همها عنهم هم في غفلة عن الأب والأم قليل من يدركوا قيمة الأب تاية في الدنيا مش عارف لأولهم ولأبوه كل سنة طيبة ولا يروح يبص عليها ولا يبص على أبوه ولا يخد هدية ولا يكلم معاهم ولا يحسن إليهم القول لا مش عارف الدنيا لهياة في صراع دائم مع المادة في صراع دائم مع الحياة هذا الصراع دائماً وأبداً لا ينفض إنما هو يزداد أتدرون لماذا؟ لأنه تكالب على حب الدنيا فألحته هذه الدنيا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فيأتي هذا اليوم ليذكر الإنسان بقيمة الأم وبقيمة الأب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة أمه صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذه الأصول التي أبينها ذهب النبي لزيارة أمه لما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في فتح مكة واستأذن الحق تبارك وتعالى في زيارة أمه فأذن له ووقف النبي صلى الله عليه وسلم باكيا فأكثر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في البكاء واشتد بكاؤه أخذ يبكي بكاء شديدا بكاء مر على أمه حتى بكى الجيش مت ألف مقاتل أخذوا يبكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم البكاء أليس هذا دليلاً واضحاً على الاهتمام بالأم بين توحيده ويثني بين توحيده وبين الوصية بالوالدين والبر بالوالدين انظر ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا هذه الآيات نزلت في من لكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم مولانا عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي سؤال سؤالي لحضرتك ما عارضتش هو خارج عن عيد الأم وليهم وانا الموجود لأيام حضرتك اللي هي بتبقى على الواحد في رمضان فترقمت علي كتير ومش هقدر أن أنا خلصها قبل رمضان اللي جاي دا دلوقتي فإيه الحال يعني أنا حسبتها لقيتها يعني بنوعدة المية ستة تسعين يوم كده فما ترقمتش منهم العزري اللي بيجي مثلا هيأخر شوية فمش هل حق أخلص قبل رمضان الأيام اللي علي طيب فإيه العام هل بقى هل في طب سؤال سؤال يا أستاذ هيب في عندك عزري لحظة بس خليك معي هل عندك عزري يمنعك مرض أو غير ذلك من الصيام لا لا ما فيهش لا أنا بتكلم العزري اللي هو اللي بيجي للشهر يعني هيبقى مثلا هيبقى أسبوع في شهر رجب واتسبوع في شهر شعبان 2019 ينفع يتعود عادي بعد كده ولا إيه ولا اتعمى سكين بقى بعدد الأيام دي حاضر شكرا يا مولانا جزاق الله كله تحت عمرك تفضلي ساذا نجلاء عليكم عليكم السلامة تفضلي أنا كنت أجل سألك سؤال تفضلي أنا أجل سؤال أنا مجرى وصورة ياسين كل يوم بنيئة الزواج إيه مجرى وصورة ياسين كل يوم بتقري كل يوم صورة ياسين ها ماشي بنيئة الزواج هل هذا صحيح ولا مش صحيح حاضر وسأل تاني ماشي تفضلي آه أتسأل على صارة الاستخارة ينفع الوحدي يصلي الفجر وبعد كده يصلي استخارة وينام تصلي الفجر وبعد كده يصلي استخارة آه وينام حاضر أنت عندك كم سنة يا أستاذ نجلاء عن 30 سنة حاضر هجاوبك دلوقتي ماشي أستاذ نجلاء فضلي طيب نجاوب أستاذ حباب تسأل بطول يا مولانا كان عليها أيام من رمضان عليها 106 يوم صمت 25 يوم يا مولانا فبالتالي بقى عليها أيام 176 يوم فتقول يا مولانا ها عمل في هذه الأيام ولو دخل عليها رمضان أولا الصيام لهذه الأيام واجب على كل مرأة هذه الأيام التي هي عليها لابد من صيامها ما لم يكن هناك عذر يمنعها من ذلك أو مانع يمنعها من ذلك لمرض أو لعذر أو لغير ذلك طيب لو دخل رمضان يا مولانا يبقى عليها كفار عليها القضاء والكفار عليها إيه القضاء والكفار طيب الكفار عبارة عن إيه مولانا إطعم عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين 175 يوم أو 176 يوم البائيين دون أطيطعم عنهم عن كل يوم مسكين ثم بعد رمضان تقوم بصيام هذه الأيام على طول السنة لأن دا دين الله أحق أن يقضى دا دين الله فأحق أن يقضى هناك رأي يقول لا هذه المرأة إذا أصابها عذر أو طرأ عليها طارق وصمت أيام مثلا صمت نقول 95 يوم بقى يا مولانا 100 يوم ودخل عذر أو منعها من الصيام فتقوم بكفارة عن كل يوم إطعم مسكين والله تعالى أعلى وأعلم خلاصة القول حضرتك لو داخل رمضان يبقى عليك على كفارة عن كل يوم إطعم عن كل يوم مسكين وبعد رمضان تصوم هذه الأيام والله تعالى أعلى وأعلم السيد محمد عليكم السلام أم محمد فضالي لم أغزي سمحت يا أمي السيخ أنا ابني متوفي عنده 40 سنة رحمة الله عليه دعيله يا شيخ الله أنا صفر عمرة عملين له عمرة أنا عمل له عمرة بنيهة إنها لي وأبوه برضو عمل له عمرة والده عمل له عمرة بنيهة وهبهاله يعني طيب هقولك دلوقتي أنت عملت عمرة على نفسك ولا لأ؟ أنا حجيت وعمت مرت كذا مرة وحجيت والده برضا هقولك دلوقتي تعمل إيه؟ آه طب سؤال تاني لو سمعت فضالي أنا ست يعني على قد مش متعلمة ولا حاجة هل الميت لما بيموت خلاص بيعرف إنه هو توفى وإن هو تنقل لرحمة ربنا وفريقنا وإذا أعرف يعني هو خلاص بيعرف بيحس ويستشعر كله حاضر أجاوبك الله يبارك لك يا شيخ الله يبارك لك بالله عليك تدعي له الله يبارك حاضر ادعينا أنت يا محمد وإما تروح تزول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادعينا عن سيدنا النبي خلاص يا يا شبه محمد فضلي أم وليد أم وليد أيها السلام عليكم عليكم السلام أهلا أهلا بم وليد زي حضرتك ربنا يحفظك أهلا بصديقة البرنامج صديقة البرنامج لا إزاي أهدرش أنساك حد ننسى الطيبين الله يخليك تفضلي أفضلك الله بالنسبة لأذان لما بيدن أنا بقول معاه لكن في أذان الفجر لما يقول الصلاة خير من النوم أنا بقول حقا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كده صح ينفع ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة بالنسبة لل اللهم صلى الله عليه وسلم لما المؤذن بيدن ويقول أشهد أن محمد رسول الله أنا ممكن أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ولا دم الصح حاضر هو سيدنا وسيدنا أيما أنا عارف لبالك المؤذن بيقول أشهد أن محمد رسول الله فأنت بترددي عاوزة تقولي أشهد أن سيدنا محمد رسول الله يعني تعظيما وإجلالا لأن ربنا قال كده وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيل حاضر طيب لما باجي أصلي في آخر آخر السجدة يعني قبل قبل التشهد بقول اللهم أصلا على سيدنا محمد وعلى آله والصحبه وسلم ثلاث مرات وبين السجود وبعده بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلاتي كده صحيحة قبل السجود ولا بعد السجود يعني مثلا أنا بقول بسجد بقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات تمام ماشي 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 وعد عشان أسجد السجدة التانية فبقول كده بين السجدتين يعني بين السجدتين آه تمام ممكن تقولي كده أو ممكن تقولي اللهم أغفر لي حاضر أنا بقول كده برده ماشي حاضر ماشي الله يديك الصح الله يكريمك تحتملك فضلي وستاذ النجلاء بتقولي مولانا أنا بكرأ كل يوم صورة يسين بنيت الزواج طيب كراءة القرآن خير وبركة ونور وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكراءة القرآن والإنسان يتبرك بالقرآن الكريم أو يسأل ربينا سبحانه وتعالى ما فيش مشكلة أما يسين لما كرأت له هذا ليس حديثا عشان يكون واضح يسين لما كرأت له هذا ليس حديثا وإنما هي مقولة أو أثر لكن ليس حديث إنما لو إنسان كرأ القرآن أو كرأ صورة يسين بنيت تفرج الهموم أو بنيت كذا فما فيش مشكلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ببركة القرآن وأن يفض علينا من نور القرآن ومن أسرار القرآن ومن أنوار القرآن اللهم أمين يا رب العالمين وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعل القرآن شفيعا لنا إلى يوم الكيام اللهم أمين تقول صلاة الاستخارة يا مولانا أبل الفجر يبقى صلى الفجر يستحسن في السلس الأخير من الليل الإنسان يعني يكون في مناجات مع ربه تبارك وتعالى في مناجات مع ربه تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى يتنزل بالليل ليتوبى مسيء النهار وتنزل بالنهار ليتوبى مسيء الليل أو إن الله يبسط يده بالنهار ليتوبى مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوبى مسيء النهار فالإنسان يكون في جوف الليل أو بعد العشاء أو مثلا في الساعة الواحدة أو الساعة الثانية يصلي صورة الاستغارب ثم بعد ذلك ينام ثم بعد ذلك إن رأى شيئا فها هي نعمة نعمة من الله تبارك وتعالى إن رأى خير نعم الله واحد يقول لك مولانا أنا بصلي استغارب سألت عايشين تعتم مرة لكن ما بشوفش حاجة يا أخوانا مش شرط أن يشوف علامة التيسير أو علامة الإذن التيسير تاني علامة الإذن التيسير مش شرط أنه أشوف رؤية مش شرط أنه واحد مثلا بيقدم في شغل في عجلة كده بيقدم في شغل وانا راح يصبح الشغل فما استخرى بنا سبحانه وتعالى فاقول يا ربي ان كان هذا الامر خير لي يعني فقربه مني وافقني اليه واسره لي وان كان شر لي فاصرف عنه يا رب العالمين فالصبح وانا ماشي قت الموصلة سهلة وادرحت بالورق بتاعي عند طبور لقيت ربنا سبحانه وتعالى يسر للامر والامر المتاح والدين يمشى والعملية زي الفل يبقى عنها علامة الاذن التيسير وفقبل الورق تاني يوم لقيت بيكلمه لي تعالى الشغل يبقى عنها علامة الاذن التيسير واحد ما شافش حاجة يصلي مرة واثنين وثلاثة وعشرين وخمسين وخمسمية ما فيش مشكلة خليك مع الله كن مع الله يكن ربي معك والله تعالى أعلى وأعلم صليتي بعد الفجر ما فيش مشكلة قبل الفجر ما فيش مشكلة يا أستاذ نجلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ما تريد وخلي بالك ربنا حينما يؤخر للعبد شيئا خلي بالكم النقطة ليه يؤخر للعبد شيئا من زواك أو من شغل أو من فرح أو من أولاد اعلم أن الله تبارك وتعالى لو كشف لك الغيب لو وجدت أن الله تبارك وتعالى قد حجب عنا أمورا كثيرة كانت تضر بنا ولذلك حبيبنا يقول ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم من يؤمنون وبالتالي الإنسان دائما وأبدا يقول الحمد لله ويدرب منه الكده اللهم اختر لي اللهم اختر لي وردني بما اخترته لي يا رب العالمين اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار ودبر لي فإني لا أحسن التدبير وردني يا رب العالمين فالإنسان لما يفوض ربنا فربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما تريد وفوق ما تريد ويلل لك الحديد لأنه الفعال لما يريد والله تعالى أعلى وأعلم أم محمد بتقول ابنها توفاغ الله تبارك وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وبواسع فضله اللهم أمين يا رب العالم وكل أمواتنا اللهم أمين يا رب العالم فبتقول يا مولانا هل يجوز العمرة عن الميت نعم يجوز كل عمل تاني كل عمل يوهب للميت يصل يقينا بغير خلاف دقق إلا حاجة واحد الصلاة كل عمل خدها قعدة كده يوهب للميت يصل يقينا بغير خلاف إلا الصلاة فالقرآن يصل والصدكة تصل والدعاء يصل والحج يصل والعمرة تصل والصوم يصل والدليل على ذلك كثير ومعي من الأدلة كثيرة لكن في عجال عشان ونطلع فاصل ولا نطلع فاصل ونقول إيه إن أجب على هذا السؤال فاصل ونواصل فانتظرون الحمد لله عدنا من ذلك الفاصل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح أن ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آمين يا رب العالمين أم محمد كتب تسأل بتقولي مولانا هي عملت عمرة وراحة تعمل عمرة لابنها وبعد كده تعمل لزوكها هل يجوز تكرار العمرة للشخص الواحد نعم يجوز خلاف دار بين السادة الفقهاء الإمام أحمد بن حبل قال لا يجوز إنما الثلاثة يعني الأحناف والشافعية الأحناف والملكية والشافعية قالوا يجوز تكرار العمرة فالإنسان يفعلها ولا شاء في ذلك ولهم أدلة كثيرة لكن هل تقبل ثواب العمرة قلت قبل الفاصل أن قاعدة تقول كل عمل يوهب للميت يصل يكينا بغير خلاف إلا حقا واحد اللي يصل فالصدكة تصل والصوم يصل والحج يصل والقرآن يصل والدعاء يصل جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن أبي أراد أن يحج ومات قبل أن يحج أحج عنه قال له نعم حج عنه وجاءت امرأة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسلم والثاني البخاري قالت يا رسول الله إن أمي ماتت قبل أن تصوم أأصوم عنها قال لها نعم صومي أرأيت أرأيت إن كان على على أمك دين أكنت تؤدينه فقالت له نعم يا رسول الله فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم نعم فدين الله حق أن يقضى نعم صومي والدليل من هذه الأدلة وغيرها من الأدلة العلماء قالوا أن الصدق تصل وأن الحج يصل وأن الصوم يصل وأن الدعاء يصل وأن القرآن يصل الحاجة الوحيدة اللي لا تصل اللي هي اللي هي الصلاة وإن كان هناك رأي قالوا أن من صلاة الفرض صلاة النافلة لأن الصلاة هي الدعاء وهي الصلة في تعرفها يعني فالإنسان يدعو الله تبارك وتعالى فحين والدعاء إحنا قلنا يصل فألو من المعنى اللغوي تصل لكن هذا رأي ضعيف إنما الراجح أن الصلاة لا تصل والله تعالى أعلى وأعلى مين الحجة شدي ألو ألو طيب برضو كابتسأل محمد بتقول يا مولانا هل الميت يشعر نعم الميت يشعر بكل شيء فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد في طلوع الروح يرى الميت ما لا يره يعني الناظرون ولا الحاضرون لك أعنى اتصال حجة شهدت فضالي السلام عليكم عليكم السلام الله يكريمك تفضالي بقول لحضرات دلوقتي أنا عندي بنتين وعندي فلوس في البنك عايز أكتبهم لهم يعني بهاديهم واجبلهم هدية وحاجات هل ده حرم؟ أقولك جدا بس أني حاجة شادية أني أنت تحرمي فرع وارس ولا دعموهم معهم لا لي أخواتي أخواتك موجودين؟ أخواتي موجودين حاضر أجاو هل تاني حاجة حضرتك بقول لحاجتك في سؤال تاني السؤال التاني أنا دلوقتي عليها زكاة كتير هل من حاجة أن أنا أطلع حاجات في البيت زيادة أو ملابس أو حاجات مطبخ أو كده أطلعها حاضر بدل فلوس الزكاة حاضر أجاوبك أتفضل متشكرة جدا تعتامرك هل الميت يشعر؟ يا محمد نعم الميت يشعر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله على حضرته وآله مر على قبرين فقال هذان يعذباني وما يعذباني في كبير بل إنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميم أما الآخر فكان لا يستبر أو لا يستتر من بوله ماشي فبيشعر ويعذب وينعم ثم في عندنا فايصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أمنا عائشة الحصان الرزان العفيفة الشريفة الطاهرة الزكية النقية تقول له يا رسول الله أعلمنا أو أخبرنا كيف نزور الموت فقال الحبيب لها إذا ذهبتم لزيارة القبور فقولوا السلام عليكم خلي بالكم من لفظ ده السلام عليكم وأنا أقف هنا كده ده رقوم من منين كلكم عارفين الحديث لكن أنا أقف عن دي نص ده السلام عليكم بميم الجامع طب هو أنا أقول لحد السلام عليكم هو ميت لا يستشعر ولا يرد آه يعني إذا من اللفظ عليكم بميم الجامع وهذا البيان المحمدي لأمنا عائشة دل دلالة من المفهوم على أن الميت يشعر بما يدور حوله من زيارة القريب ومن كل شيء يقدم له من صدقات وغير ذلك وورد كثيرا وذكر العلامة الكرتبية في ذلك في كتاب التذكرة ذكر أمورا كثيرة يعني لا يتسع المجال لذكرها لكن خلاصة القول نعم يشعر يا محمد والله تعالى أعلى وأعلم أموري بتسأل بتقول يا مولانا المؤذن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هل ينفع إننا أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة جميلة صلى الله على حضرتي وآله صاحب الحوض المورود واللواء المعقود يا صاحب الحوض المطهر مذاكه هل إلى ظام بحبك نفحة وشراب لي فيك يا جد الحسين شفاعة ترجى إذا مس النفوس عذاب قال صلى الله على حضرتي وآله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كلنا حفظين الحديث ده حلو طيب واحد يقول لك أشهد أن محمد رسول الله وفي بعض من المؤذن يقول لك أشهد أن سيدنا محمد رسول الله طيب واحد يقول لك ده مش ورد ده إحنا دخلنا في الحديث ما لم يكن في في الأذان ما لم يكن فيه وسيدنا سيدنا النبي هو سيدنا وسيدنا ده سيدنا الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه لما جاء لوصف نعلي سيدنا رسول الله قال أما نعله فنعله به والله قال لنبي دون نبي وسيدا وحصورا فما بالكم بسيد السادات وخير البريات صلى الله عليه وسلم فما بالكم بالنور الأثنى والفغض الباقي وحبيبنا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر إذا كان سيدا في الدنيا إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد في الآخرة سيد في الآخرة يوم لا تفاخر بالأنساب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون طب إذا كان سيد في يوم القيامة في يوم الموقف العظيم في يوم المشهد العظيم ألا يكون سيدا في الدنيا لا بالبديه كده طب أحب أقول لك يا مولانا والسيدنا النبي قال لك إذا سمعتم المؤذن فقول مثلما يقول فنقول بقى أشهد أن أشهد أن سيدنا أشهد أن محمد رسول الله أقول أشهد أن محمد رسول الله يا أخي أنت قلت أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا شيء في ذلك فهذا تكريم وتوكير كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم لتعزره وتوكروه وتسبحه بكرة وأصلة فلا شيء مريد وقولي وما تسمعيش لأي حد فهو سيدنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ده شوف ده سيدنا حسن بن سابت يا أخي أنا مش عارف الجناز جايبة جفاة دمنيين سيدنا سيدنا حسن بن سابت لما سيدنا نبي قال لا تقوموا لي كما تقوموا الأعاجم فوقف لما دخل فسيدنا نبي قال ألم أقول لكم لا تقوموا لي قال قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن كان ذا عقل وبصر يرى هذا الجمال ولا يقوم بتقول يا مهلانة برضو موليد له سؤال تاني بتقول الصلاة خير من النوم فبتقول سبحان الله أو بتقول بوركت وصدقت هل هذا يا صح والله هناك قول هذا القول قال به بعض المالكية هذا القول قال به بعض أصحاب المذهب المالكي والعلماء قالوا خادوا من النص الحديث قال لك لا يقول مثل ما قال لأن سيدنا نبي قال كده قال لك يقول مثل ما يقول المؤذن وبه قال ابن حجر وغيره من السادة العلماء لكن إن كلت ورددت وراءه الصلاة وخير من النوم فلا شيء في ذلك إن كلت بوركت وصدقت فلا شيء في ذلك إن كلت سبحان الله فلا شيء في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم معنا سيد وحيد ألو السلام عليكم عليكم السلام ماذاك يا مولانا الله يستورك أستاذ وحيد تفضل الله يكلم ما شاء أنا سؤالي عن موضوع سلة الرحم سلة الرحم ماش ما لقى أستاذ وحيد دلوقتي أنا كنت بروح لولدتي كل شخ كان أخويا من سفر السعادية جاء أخويا من السعادية ما عرفش تغير ما خش عليه خطته مش عايز يفتح لنا ومش عايز أقول له حضرتك اللي هو قفل على أمه قفل جمد جدا ولا أنا ولا أخوتي البنات ولا حاجة فمش عارف أعمل إيه يعني تغير بالفكر غير الفكر ولا إيه أستشعر أستشعر هذا من كلامك يعني يعني أنا شامي من ريحة دي من كلامك جاء بفكر غير الفكر أيوة تشدد بقى وقى لغير ذلك متشدد وقال لأ ما فيش حد يجي لأمي دي شقتي أنا أمي هاخدها وهعزل منها هعزل بيها في مكان تاني خالص ومش هخلي حد يشوف أمي فأنا مش عايز أعمل وضع طيب استنى استنى بس أقول لك على حاجة هي أم هي أم ومش أمك أمك كنتم اتنين أمي وأمه طبعا يعني هو برضو عقل بس يخليك معي أقول له أنت كده هي أم ومش أمك كامل بس ونهجاوبك تفضل مولانا أنا أعيز أخد رأي حضرتك بس يعني بتصل بحضرتك شنأخد رأيك في حاجة أنا دلوقتي مش عارف أتصرف لأن طبعا عندي من سلة من الكبائر اللي أنا مقاطعة مع عمي بس أنا دلوقتي المقاطعة مع عمي غضب عني أعمل إيه أقول لك دلوقتي ماشي عج وحيد تفضل ماشي باشي أم عمر أيوة أيوة تفضلي أم عمر تفضلي أنا بسأل عايز أعرف اللي قابليه اللي أعز ملوه في الآخرة الواحد لما يموت إيه لما أنا موت بس عندي أولادي ميتين قبل مني ربنا يديك الصحة وأخواتي قبل مني فأنا هل الأرواح دي بتتقابل مع بعضها في الآخرة حاضر ماشي يا أم عمر حاضر هجاوك دلوقتي طيب معنا تصال كتيرير وعاوزيني جاوب على هذه الأسئلة لكن فواصل ونواصل فانتظرونا الحمد لله ودنا من ذلك الفاصل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح أن ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أمين يا رب العالمين قبل الفاصل كتل حق الشيطة بتسأل بطولي مولانا عندها بنتين وعاوزة تكتبهم الفلوز بتاعتها دي السؤال الأول ولا سؤال كمان بتقولي يا مولانا عليها زكاة الفلوز كتير فعاوزة تخرج حاجات من البيت نقول وبالله التوفيق السؤال الأول عندها بنتين وعاوزة تكتب الفلوز نقول أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء للمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء واحد أنا أملك مئة ألف جنيه مئة ألف جنيه أنا حر لكن هنا لابد أن ننتبه من أمر خطير كثير من الناس يقوم بكتابة الأموال وكل شيء لديه للأولاد وبعد ذلك الأولاد يتركونه في هذه الدنيا ولا يلتفتون إليه لو أنا عاوز أكتب لبناتي عشان إخواتي ما يورزوش معايا أو أولاد أعمامهم ما يورزوش معايا هذا لا يصح ولا يجوز إن كانت في النية كده إننا نحرم فرع وارث لا يصح ولا يجوز وهذا إثم كبير وذنب عظيم واحد أقول لك يا عم الشيخ يا مولانا تأول بلك استنى شوية وده جمال فلاحين يعني بتيجي في الأمر ده أو جمال هم المادة سيطرت عليه أقول لك يا عم الشيخ كنا نتعب واشتغل ويطلع عيني ويطلع روحي ومش عارف إيه ونمشي و و و و وبعد كده إخواتي يغدو أولاد أعمام يغدو أو الفرع الورس ياخد لا أنا هكتب لهم حتى لو خش النار ما تخش يا عم التعور حدش منعك عاوز تخش غش أنا بقول لك من ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الأمر تلك حدود الله هذه الفروض فرضاها الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه أنا عاوز أقول لك حضرتك عاوز تهب من أموالك للبنات أو للأبناء مفيش فاهم مشكلة وواحد يقول لك أمولانا هوزع أنا ربنا كلم من مليون جنيه هدل كل عائل عندي أربع عيال هدل كل واحد مئة ألف جنيه مفيش فاهم مشكلة هبة مساعدة في الحياة مفيش مشكلة إنما جيب لأربع أولاد واكتب عليهم نصف مليون جنيه لا يا صح ولا جوز طب واحد قال لك يا مولانا أنا هكتب المراز ده لأولاد عشان إنهم بعد الموت ما يتخنقوش مع بعض وكل واحد ياخد حقه أو أنا عارف إن أولاد وحشين عم الشيخ حازم عارف إن أولاد وحشين فهكتب للبنات والصبيان كل واحد حقه بما يرضي الله في هذه الحالة يا جوز خلي بالك هناك فرق بين هذا وزاك لأن الناس بتخلط الأمر ده لابد من توضيح لو أنا أولاد عارف إنهم وحشين عند بنتين وولدين والولدين هيكلوا البنتين يبقى وزع المراث على قيد الحياة بالتساوي بكل واحد ياخد حقه كما فرضاه الله تبارك وتعالى لا شيء في ذلك ده ما فيش في مشكلة عشان خاطر خوفة اللي قطة صلاة الأرحم بعد ذلك أما لو أنا عارف إن أولاد هيعطوا الأموال لإخواتهم وما فيش أي مشكلة ومربيهم تربية كويسة وتربية حلال يبقى لا يصح الكتاب طب يا أولا أنا عند بنتين وهحرم إخواتي أو كلام من ده لا يصح طب أنا هأهب لأولادي أموالينا كيف هم أشاء بس بشرط ما يكونش في نيتي إن أنا أحرم فرع وارس ما فيش فيها مشكلة واضحة الرؤية والله تعالى أعلى وأعلى طيب السؤال التاني بتقول اللي عندها زكات علافة لزكات فلوس كتير وعاوز أتخرج حاجات من البيت بنيت إزا كما ينفعش والذين في أموالهم حقهم معلوم للسائل والمحروم أنا عندي أنتري أديم لابد أن تقدم السيدة عيشة كانت تطهر الصدقة يعني تضع عليها روائح لأنها تقع في يد قبل أن تقع في يد هذا المسكين لأن الفقراء عيال الله تبارك وتعالى فإن جاد الأغنياء على فقراء الله ووكلاء الله تبارك وتعالى على أبناء الله أجاد الله تبارك وتعالى عليهم بفضله وكرمه وجوده وعطائه وسخائه أما إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ الأموال وتستحوز الأموال عليه فلا يعطي حق الله تبارك وتعالى اللي ربنا أل فيه وفي أموالهم حقهم معلوم للسائل والمحروم بغرض فلا يصح الله استلقاه لبرده نوضح المسألة الزكاة على حضرتك فلوس خرقها فلوس زرع خرقها زرع إنما إننا أخذ عزال وكلام من ده وخرجوا بنيتي الزكاة لا ده بنيتي الصدقة ماشي إنما بنيتي الزكاة لا يصح ولا جوز وخلي بالك ما نقص مال أبدا 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 من صدقة ولا من زكاة لا يمكن بأي حالنا الأحوال لأن الزكاة في اللغة هي النماء الزكاة دي في تعريفها هي النماء أي إنسان وما تنفق من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر واستغفر الله إن الله غفور الرحيم إنما أننا منع الزكاة وعشين كنس في البنوك أو كنس في عفوا في في الخزنة اللي عندي أو في الدلاب اللي عندي وقول لي لبناتي خلي بلك الإنسان بيموت ولي في فناء الخلق أعظم عبرة لمن كان في فهم الحقيقة راقي شخوص وأبصار تمر وتنتهي ويبقى المهي من باقي إذا مات الإنسان تبعه ثلاث الأهل والمال والعمل يرجع اثنان ويبقى واحد يرجع الأهل والمال ويبقى العمل إن كان عملك طيب اركب الطيرة وسير فضل تلاقي الدنيا في استقبالك والأمور يعني ترى مقعدك في الجنة عمل خير ومع ذلك لن يدخل الجنة أحد بعملي قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي فبنسأ ربنا إذا كان سيدنا نابده سيدنا بكر صديق بلك لو أن إحدى قدميه في الجنة لا آمن ومكر الله يا أخوان نحن فين وسيدنا نابد فين وصحابة فين يا أخوان دعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مكسوم وصوء الظن لا ينفع غني كل من يقنع فقير كل من يطمع وبالتالي نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا اللهم أمين يا رب العالمين أستاذ وحيد بيسأل بولي مولانا أخوك من سفر السعودية فقالك بس دي أمي وأنا أخد في البيت عندي ومحدش يجيل ومحدش روح يا أستاذ وحيد اذهب إلى أمك وأخيك وقم ببرهم وتودد إليهم مهما فعلوا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصلة من إذا قطعت وفي رواية قطعت راح يومه وصله أخوك قالك ما تخشش عندي ما تجليش ما تعملش أمك لا روح روح وإسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يشرح صدوره وإسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يعني يفتح عليهم ويذيل عن قلوبهم هذه المغاليق وهذه الأفكار التي قد اندثرت في قلب أخيك وفي عقله ودائما وأبدا اذهب إلى الأم وبرها وكن ببرها وكن ببر أخيك مهما فعل حتى لو طردك من على الماب يا أخي روح لا فيش مشكلة لأبسط الأمور ده وفعل الأمر ده تكلم أمك في التليفون وروح لها وشوفها ده سيد النبي قال إلزمها فثم الجنة إلزم قدميها فثم الجنة وإحنا نسا ما كلماش عن بر الأم إن شاء الله بكرا نتكلم عنه ونكلم عن العقوق بإذن الله لكن الحلقة يعني في عجلة والتصلاك كتير لكن يا أستاذ وحيد روح وما تسأل شي ودائما وأبدا كن ببر أمك وأخيك وأنا أنصح أخوك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويهدي شبابنا اللهم أمين رب العالمين يا أستاذنا الكريم اجعل الأمر دائما وأبدا في سماحة بينك وبين أخيك ولا تكن إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجاتا ولي نعجات واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ولا تكن من أصحاب القلوب المستغلة ولا تكن من أصحاب القلوب التي فيها ضغينة لكن لا تخاف على أثاث ولا على بيت وإنما هذه الصلة هي التي توصلك إلى مرضات الله وإلى رضوان الله فكن طيب القلب هاي هادئ النفس مطمئن البال دائما وأبدا لا تلفظ هذا ولا زاك اعلم أن الله تبارك وتعالى سيعطيك فضلا على هذا والله تعالى أعلى وأعلم وعمر بتقول يا مولانا هل الأرواح يا مولانا في حالة البرزغ تتلاقى نعم تتلاقى حاجة بسيطة جدا جدا سيدنا النبي في رحلة الإسراء والمعراج اللي نتكلم عنها وجد السيدنا إبراهيم وقال كما أخرج الإمام الترمذي وقال يا رسول الله يا خير خلق الله أبلغ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الطربة وأنها كيعان مستوية وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا كوة إلا بالله العظيم فسيدنا نبي أبل سيدنا إبراهيم وأبل سيدنا موسى وأبل سيدنا عيسى وأبل سيدنا زكريا إلى غير ذلك فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن الأرواح تتلاقى وهذه القضية ثابتة أن الأرواح تتلاقى والروح تنقسم لك من روح منعمة وروح معذبة الروح المعذبة لابد أن تذوق العذاب والروح المنعمة طيب الشهداء أحياء عند ربهم يرزكون إذن الأرواح نعم تتلاقى السابق واللاحق وبشرك آه أدانا في الجنة أو في النار أو في غير ذلك حتى يضطعر الناس وحتى يعني ينظر الناس وإذن ذلك الوحي يقول لك في المنام مولانا أنا بشوف أبي محزم أو بشوف كذا حاضر أساس سعيد مستعجل على طول وهنا أقول اللهم يجعل مصر لدى السلم والسلام والأمن والأمان والرضى والاستقرار اللهم إني نسألك ربنا أن تحمي شبابها وأبناءها ونساءها وجيشها وشعبها وأمناء وأن تحميها كلها ببركة الصلاة على النبي الأمين وببركة رسول كريم والله أكرمه فهل فقير بين الكريمين يحرمه لا والذي خلق الأكوان من عدم اللهم يحرموا الفقير من الكرم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته